أو ممكن نستخدمه كصوص لأي سلطة في الخلاطة لو ما يصبح الخليط ناعم جداً بعد ما برد تماماً أبدأ أزينه السلام عليكم حيابكم متابعيني معكم لالد اليوم إن شاء الله أقدم لكم طبق تارت الفلافل شاستخدم قالب التارت لأنه بارز من الداخل وأقدر بعدين أصب عليه صوص الطحينة وأزينه ممكن تستخدموا أي قالب متوفر عندكم وبسم الله ونبدأ بأول خطوة نتهن القالب ونرش عليها السمسم والآن نبدأ نجهز خلطة الفلافل في الخلاطة أضيف ثمتين بيض بالنسبة للبيض اللي أضفتهم حجمهم كبير ممكن تضيفه ثلاث بيض إذا كانين صغر وحبة بصل متوسطها الحجم نقطعها عشان يسهل علينا الخلط لأن احنا نحتاج إلى خليط يكون ناعم جداً وكمشة بقدونس وكمشة كزبره وربع كوب زيت زيتون وممكن نستخدم زيت نباتي بس احنا نشتيها تكون صحية أكثر وثلاث فصوص ثوم الثوم لازم للفلافل وهو اللي بيبرز نكهة الفلافل نضيف البهارات ملح كمية الملح حسب حاجة الخليط نص ملعقة صغيرة كركم ونص ملعقة صغيرة فلفل أسود ونص ملعقة صغيرة كمون ونص ملعقة صغيرة كزبره ناشفة ونص ملعقة صغيرة بابريكا وبعدين نخلط جميع المكونات في الخلاطة لو ما يصبح الخليط ناعم جدا وبعدين نضيف الكوب دقيقة الحمص نضيف ملعقة صغيرة بيكنج بودر ونص ملعقة صغيرة بيكربونات السوداء ونخلطهم بالخلاط لو ما يختفي دقيقة الحمص تماما وممكن نخفقهم باليد وبعدين نضيفه على قالب التار لو تلاحظوا قوام الخليط كيف بيكون أثقل من قوام خليط الكي ومناسب لتارة الفلافل إذا كان الخليط عندكم ثقيل ممكن تخففه بواحدة ببيضة لأن البيض بيختلف حجمه فبيختلف عندكم المقدار وبيأثر على قوام الخليط نحاول نساوي الخليط بالملعقة عشان يكون متساوي من جميع الجهات وندخلها الفرن المشغل مسبقا على درجة حرارة 180 في الرف الوسط ونحسب لهم من 15 إلى 20 دقيقة تقريبا والآن نجهز صوص الطحينة ربع كوب طحينة سائلة ونص كوب زبادي روب ونص ليمونة أو نص عصير ليمونة ورشة فلفل أسود ورشة ملح وفي الصين ثوم تقريبا الثوم ضروري ومهم جدا لصوص الطحينة لأنه بيدي طعم ونكهة لذيذة إذا كان الخليط عندكم ثقيل ممكن تضيفوا له الماء لما تحصلوا على القوام المناسب وهكذا بيكون جاهز وهذا الصوص ممكن نستخدمه كمان لساندويتش الشاور مع اللح أو أي ساندويتش تخوروا في نكهة الطحينة أو ممكن نستخدمه كصوص لأي سلطة وبيكون لذيذ جدا وهذا التارت بعد ما طلعتم من الفرن وقلبته أخذ مني تقريبا 17 دقيقة أول ما حسيت اطرافة تحمرت خرجت من الفرن والآن بعد ما برد تماما أبدأ أزينه وأضيف صوص الطحينية والخضار أنا حبيت أزينه بالخضارة المقلية البادنجان والبطاطة ممكن تضيفوا الخضارة اللي تناسبكم والذي تفضلها هذا الوصفة منقولة من واحدة صديق لي شفت الوصفة عندها وحبيت أنزلها في قناتي عشان نستفيد وتطعموها لأنها لذيذة جدا تقريبا الكل يحب الفلافل بس أوقات نحاول نتجنبها بسبب الزيت وكمية الدهون الموجود فيها بس هذا الوصفة ضعيمة قوي ونأكلها وإحنا مرتاحين لأنها صحية وخفيفة على المعدة أتمنى من كل قلبي تجربوها لأنها فعلا وصفة لا تقاوم تارت الفلافل تناسب الفطور والعشاء تناسب الشباب المختربين لا فيها لا قلي ولا تعب خاطركم في وصفات وتجارب جديدة من مطبخي لالتكوك لحظة لحظة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيه والاشتراك في القناة وشكرا للمتابعة